السلام عليكم النهاردة هناخد مخرج صوت حرف جديد هو مخرج صوت حرف الزال صوت حرف الزال طبيعة صوت حرف الزال هو صوت لسوي احتكاكي مجهور طيب طريق نطق حرف الزال بينتج صوت حرف الزال عندما تقوم اللوها بإغلاق مجرى الأنف وتقوم الأسنان بإعاقة مجرى الهواء لتسمح باحتكاك الهواء بالأسنان واللسان منتجاً صوت الحرف مع اهتزاز الحبلان الصغطيان طبعاً كده زال 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 تمام طيب بيتم التدريب على صوت حرف الزال صوت حرف الزال قدام طبعاً المراية بناخد ايد الطفل ايد بتكون او ايد الحالة ايد بتكون هنا عشان تشعر بالزبزبات ويد هنا بتكون عشان تشعر بخروج بخروج بالاحتكاك يعني بتاع الحرف وهو بيخروج كده زال 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 لا تمام طيب بيتم بقى تدريب على صوت حرف الزال زي ما نطعناه كده بناخد حرف الزال بمد بالألف ومد بالو ومد بالي بناخد حرف الزال في اول الكلمة بناخد حرف الزال في وسط الكلمة بناخد حرف الزال في اخر الكلمة بناخد كلمات وحادية المقطع بحرف الزال كلمات سنائية المقطع كلمات سلاسية المقطع كلمات رباعية المقطع كمان بناخد جملة من كلمتين جملة من ثلاث كلمات جملة من أربع كلمات بحرف الزال هنبدأ دلوقتي التدريبه هو على الصوت زي ما نطعناه كده زال زال تمام هناخد حرف الزال بمد بالألف ومد بالو ومد بالياء زال زي زو تمام طيب هناخد بعد كده بقى كلمات بتبدأ بحرف الزال زي زكي زهاب زئب زوق زكاء تمام طيب هناخد كلمات في وسطها حرف الزال زي لذيذ أذن أذان نافذة حزاء تمام حزاء هناخد كلمات أخيرة حرف الزال زي تلميذ معاس قنفز أخذ فغز تمام هناخد كلمات أحدية المقطع بحرف الزال زي كلمات سنائية المقطع زا كرة كلمات سلاسية المقطع زي زو ب ب تمام كلمات رباعية المقطع زي زن جابار زن جابار تمام كلمات كده كلمات رباعية المقطع هناخد بقى بعد كده جملة من كلمتين بحرف الزال التلميذ المهزة تمام هذا لذيذ للزئ زيل تمام هناخد بعد كده جملة من ثلاث كلمات بحرف الزال أخذ المدلية الزهبية الزرى لذيذ ومفيد زهب دياب للطبيب تمام هذا حزاء أخت زنوبة تمام طيب مبدئا كده احنا البدأنا في الجملة من أربع كلمات هذا حزاء أخت زنوبة تمام طيب زكي المؤزن يؤزن الأزان تمام معاز تلميذ يذاكر باجتهاد دي جملة من أربع كلمات هناخد دلوقتي بقى التدريب على تصحيح الصوت لو صوت حرف الزال بيتنطق الزين أو بيتنطق ساء أو بيتنطق دال طبعا بتأكد طبعا أول حاجة أن ما فيش أي مشكلة عضوية واللسان طبيعي والسماع طبيعي وكل الدنيا تمام ولو في مشكلة عضوية بنعالجها تمام بتأكد أن ما فيش أي مشكلة في الأسنان ولا في اللسان ولا كده وبنبدأ نعمل تدريب سمعي أو تمييز سمعي لصوت حرف الزال مع الأصوات اللي الطفل بيتلغبط فيها أو الحنى بتلغبط فيها يعني الزال بننطق زال الزال الزين زين 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 فيه زلنا كده في حرف الزين الساء ساء ساء تمام بنعمل تمييز إيه سمعي لو بنطقه دال دال زال فرقهو تمام طيب بعد كده بنبدأ نعمل تدريبات لمنطقة اللسان تدريبات للهواش للشهيك والزفير عشان نزبط النفس التدريب على إنتاج صوت حرف الزال زين ما احنا ايه قلنا من حبة تمام نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد مع السلام موسيقى موسيقى